بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة ما هو المعنى الصحيح للتوكل على الله اليوم سنكتشف معنى يغفل عنه الكثيرون ملخص هذا اللقاء كيف توكل النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام على ربه سبحانه وتعالى كثير من الناس يظن أن التوكل عبارة عن كلمة أن يقول توكلت على الله ويمشي لا يا أحبتي التوكل هو عمل هو سلوك هو منهج حياة لذلك التوكل هنا ذكر في القرآن كعلاج لسيطرة الشيطان عليك كعلاج لما يسمى بالوسواس كعلاج للمشاكل التي تحيط بك ولا تجد لها حلا التوكل على الله كل الأنبياء توكلوا على الله على فكرة ولا تدخل الجنة إلا إذا صبرت وتوكلت على الله هذا المزيج الصبر والتوكل المزيج الرائع لعلاج مشاكل العصر وهو مفتاح دخول الجنة الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ولكن في البداية ما علاقة الوسواس والوسواس القهري والأفكار التي تسيطر على بعض الناس حتى إنه ينسى كم ركع صلة تشوش عليه سعادته تشوش عليه اطمئنانه يفقد الاطمئنان ونحن اليوم نعيش عصر توتر الحروب القتل الظلم الضيق الاقتصادي والمادي ماذا نفعل أيها الأحباء الحل هو التوكل على الله سوف يجعلك تعيش في جو آخر تعيش حياة أخرى مع الله مباشرة ولكن كيف نتوكل على الله استمع معي إلى هذه الآية الكريمة أخي الحبيب التي علمنا فيها الله عز وجل الفرق بين من يتوكل ومن لا يتوكل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لماذا نستعذ بالله من الشيطان الرجيم الله تعالى يقول إنه أي الشيطان ليس له سلطان على من انظر مشاكلنا اليوم معظمها من الشيطان مشاكلك في البيت فتش وراءها تجد الشيطان مشاكلك في العمل مشاكلك مع الآخرين الشيطان انظر إلى الإلحاد الذي ينتشر في العالم الظلم الذي نراه الظلم والجور الذي ملأ الأرض كما أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بذلك كل هذا من وراءه وراءه الشيطان طيب إنه أي الشيطان ليس له سلطان على من على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون شرطين فقط الإيمان والتوكل طيب إذا إنسان فقد التوكل انظر إلى الآية التالية إنما سلطانه على من على من يستطيع الشيطان أن يسيطر ويوسوس ويأخذك في اتجاه الضلال يأخذك باتجاه الفقر الشيطان يعدكم الفقر يأخذك باتجاه الخوف إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون يعني سبحان الله هذا الشيطان يسيطر على من يتولونه يعني من يسمع كلامه من يأتمر بأمره يقول له والله الربا شيء جميل أموالك ستكثر بالربا فيتبع الشيطان ويأكل الربا يقول له لا تعطي فلانا أنت أحق بهذا المال لا تتصدق لا تساعد فلان لا تفعل الخير فيتبع الشيطان هذا معنى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون نعم يمكن للإنسان أن يشرك مع الله شركا هو الشيطان يعني عندما يناديك الله عز وجل ويقول لك حي على الصلاة حي على الفلاة هذا نداء من الله ولكنك تجلس وتلهو وتسمع نداء الشيطان وهو يقول لك اجلس لتتابع مثلا فيلم حتى يضيع وقت الصلاة أنت جعلت مع الله شريكا هو الشيطان ولا ياذب الله في هذه الحالة الشيطان له سلطة عليك يدعوك فتستجيب له ويوم القيامة يتبرأ منك إذن أساس أساس علاج ما يسمى بالوسواس والوسواس القهري الذي هو أصلا من الشيطان وعلاج المخاوف التي أصلا مصدرها الشيطان وعلاج الفقر الذي هو وعد لك من الشيطان الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الفحشة التي ترتكبها هي من الشيطان منع الخير عن الآخرين هو استجابة لنداء الشيطان إذن أنت جعلت مع الله الشريكا هو الشيطان وبالتالي يسيطر عليك ما هو الحل؟ التوكل ما معنى التوكل؟ هنا أود أن يعني نتأمل التوكل في القرآن كيف علمنا القرآن موضوع التوكل مثلا الله سبحانه وتعالى يقول فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين أنا قرأت آيات التوكل في القرآن كلها لم أجد آية تقول خذ بالأسباب ثم توكل على الله لا أنا الذي فهمته من آيات التوكل في القرآن وهي بالعشرات عشرات الآيات أن تبدأ بالتوكل على الله والله سيسخر لك الأسباب إذن أو يعني القضية تحتاج فقط إلى أن تعيد الترتيب يعني أحدنا اليوم يقول لك أنا أذهب وأسعى وأعمل وأكسب العيش وكذا كذا وأخذ بالأسباب وأتوكل على الله لا أنت غير القاعدة فقط قل توكلت على الله ثم ابدأ بالبحث عن الأسباب يعني إجهل التوكل أولا إنسان مريض مباشرة يلهث إلى الطبيب وبعد أن يأخذ بالأسباب يقول أنا سأتوكل على الله طيب أنت الآن فقدت معنى التوكل لماذا لأنك في البداية اعتمدت على نفسك على اجتهادك على معلوماتك بينما الله عز وجل أمرك أن تتوكل عليه أولا وتدعوه سبحانه وتعالى أن يسخر لك أسباب الشفاء فقد تذهب إلى مئة طبيب ولا تشفى وقد تأخذ مئة دواء ولا تشفى وقد يكون علاجك بسيطا جدا وأنت لا تدري فإذن أخي الحبيب قضية الأسباب أحيانا تتعطل يعني مثلا نبينا عليه الصلاة والسلام بذل جهدا كبيرا في الدعوة إلى الله في سبيل إقناع هؤلاء المشركين بوجود الله فقط هو يريد منهم أن يقولوا لا إله إلا الله كانوا يقولون اللات والعزة وكذا أراد منهم فقط كلمة واحدة لا إله إلا الله وضمن لهم بها دخول الجنة لم يستجيبوا له هنا الله عز وجل خاطب النبي قال له فإن تولوا يعني ما هو النبي عليه الصلاة والسلام الأسباب توقفت وتعطلت فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية أولا كفاه الله شر هؤلاء المشركين ثم ألهم الله من أراد به خيرا أن يهتدي ويدخل الإسلام والله عز وجل هو الذي ساق الأسباب النبي عليه الصلاة والسلام نفذ مشيئة الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو توكل على نفسه أو اعتمد على نفسه طبعا هو ضعيف مستضعف ليس لديه المال ولا السلطة ولا السلاح عندما كان في مكة وطبعا لو قارنناه بصناديد قريش وزعمائهم النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقب بالصادق الأمين وكان لا يملك من أمور الحرب والسلطة والزعامة شيئا كان لديه الصدق والأمانة إذا لا يستطيع منافستهم بقوته إنما بالتوكل على الله عز وجل فعندما أمره الله بالتوكل وتوكل حق التوكل طبعا فتحت الأبواب المغلقة والنبي صلى الله عليه وسلم طبق التوكل الصحيح أن يكون قلبك معلقا بالله عز وجل وليس بأي أحد سواه أن تعتقد أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله أن تعتقد أن هذه الأسباب هي بتقدير من الله وليس العكس يعني لست أنت من تهيئ الأسباب لا الله هو الذي يخلق الأسباب ويهيئ الأسباب لذلك التوكل يحتاج إلى ثقة كبيرة بالله سبحانه وتعالى يجب أن تكون ثقتك بالله كبيرة جدا حتى تكون من المتوكلين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين عندما تتوب إلى الله وعندما تطبق تعاليم الله عز وجل في الطهارة وفي الإيمان وفي الثقة بالله عز وجل أنت تكون من المتوكلين على الله الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون لذلك كان لسان حال الأنبياء يقول وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أي أرجع إذن يجب أن تغير نظرتك أخي الحبيب من نظرة إلى الأسباب الدنيوية إلى نظرة لمسبب الأسباب سبحانه وتعالى أن يصبح تفكيرك وقلبك وذهنك وحياتك كل هذه معلقة بالله سبحانه وتعالى وتعتقد أن أن لا يتحرك شيء في الكون إلا بأمر الله هذا هو التوكل الحقيقي لذلك سيدنا هود الذي بعثه الله لقوم عاد وهم قوم عمالقة ونحة الجبال وكذا الحقيقة ماذا قال لهم قال إني توكلت على الله ربي وربكم تبرأ من حوله وقوته وكل شيء وتوكل على الله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط المستقيم تعلمون أن العلم أثبت أن الطيور والدواب والإنسان أيضا أن مركز القيادة هو الناصية خلف الجبهة هنا في الدماغ فالله عز وجل هو الذي أخذ بناصية الكائنات يقودها ويوجهها كيف يشاء سبحانه وتعالى وبالتالي أنا توكلت على هذا الإله العظيم الذي بيده نواصي الكائنات ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فهذا الإله الذي بيده توجيه كل الكون قادر أن يهديني إلى الصراط المستقيم فإذن أخي الحبيب باختصار التوكل الصحيح على الله أن تثق بالله وتلجأ إلى الله أولا وتدعو الله أن يهيئ لك الأسباب ثم تنفذ مشيئة الله في اتباع الأسباب لأنك إذا أخرت التوكل يعني إذا ذهبت وراء الأسباب ولم تتذوق معنى التوكل على الله وخذلتك الأسباب ماذا تفعل كثير من الناس يقول أنا أدعو لا يستجاب لي توكلت على الله ولكن لم أرزق توكلت على الله ولكن الله لم يشفني لا يا أخي التوكل الحقيقي على الله أن يكون قلبك معلقا بالملك سبحانه وتعالى بمالك الملك أن تكون حياتك من أجل الله إذا نمت نومك من أجل الله إذا أكلت أو شربت أنا أمارس كل شيء في سبيل الله عز وجل والتالي سوف تتحول لإنسان مطمئن هادئ مهما حدث معك ستصبر لتكون من الذين قال الله فيهم الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وبالتالي نلاحظ أن كثير من الناس الذين يعانون من وساوس يفقدون هذه الناحية ولو أنه يعني اكتسب ودرب نفسه على التوكل سيجد أن الوسواس لا مكان له أنه من الشيطان الوسواس من الشيطان ستختفي هذه الوساوس بمجرد أن تتوكل على الله توكلا حقيقيا والتوكل الحقيقي لا يتم إلا إذا وثقت ثقة كاملة أنه لا أحد يضرك إلا بإذن الله ما هو الوسواس ما هو فكرة معينة تسيطر عليك لا تستطيع أن تتخلص منها مثلا فلان يريد أن يؤذيني وتبقى تفكر بهذا الموضوع فلان يتجسس علي مثلا فلان يريد أن يضرني فلان يحسدني ويريد أن تتوقف أموري وتتعطل حياتي وتبقى هذه الفكرة في دماغك طيب أين أنت من التوكل على الله ما هو أساس التوكل على الله أن تعتقد أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله إذن لماذا أنت تفكر بهذا الإنسان أنه قادر أن يضرك إذن أنت كأنما جعلت شريكا لله عز وجل هو الله الله يقول لك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو أي مصيبة أي مشكلة تحدث معك يجب يجب طيب طيب نجد أن صاحب الوسواس دائما يفكر يخاف من فلان يفكر بفلان فلان سيدرني فلان كذا فلان كذا وبالتالي تتعكر حياته والقضية هي قضية بسيطة جدا أحبة في الله هي أن تفهم هذه الآيات ليس أن تستمع مجرد استماع أو تتلو هذه الآيات مجرد قراءة لا يجب أن تفهم وتقتنع وتفكر وتتدبر لتصل إلى معنى قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا ماذا وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذن التوكل يأتي عندما تثق بالله وتعتقد أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله وأن كل ما أصابك هو بأمر الله مكتوب تتخلص من الوسواس إنسان حدث معه مثلا حادث تعرض لحادث كسرت يده ورشده عندما يعتقد بصدق هذه الآية قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ويعتقد أن الله أراد به خيرا وربما هذا الحادث كان لحكمة أن يمنع الله عنه شرا أكبر فأقعده لفترة قل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون عندما يمارس هذا التوكل ويعتقد أن هذا الأمر خيرا له يرتاح ويطمئن طب عندما لا يمارس التوكل سيقول لو لا كذا لكان كذا فلان هو الذي صدمني فلان هو السبب فلان هو كذا فيرد دائما الأمور إلى البشر وإلى الأسباب وبالتالي يعيش في دوامة من الحزن من الاكتئاب من القلق من الهموم من المشاكل والعلاج بسيط جدا هو أن تعتقد أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك إذن التوكل على الله أخي الحبيب هو المفتاح الحقيقي للإيمان والمفتاح الحقيقي للجنة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ماذا وجلت قلوبهم خافت قبضت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الإنسان عندما يسمع آية من آياته لا يزداد إيمانا هذا المؤمن وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا إذن الإيمان الحقيقي يأتي ثمرت هذا الإيمان التوكل على الله الإيمان الحقيقي عمود الإيمان الحقيقي هو التوكل على الله أن تعتقد أن كل شيء بيد الله كل الكائنات بيد الله هذا الذي أظن أن أمري بيده لا أنا أمري بيد الله عز وجل وهو سبب من ملايين الأسباب التي خلقها الله في الكون وبالتالي أنا عندما أذهب لقضاء حاجة معينة ولا تيسر يجب أن أعلم أن الذي منع عني هذا الخير ليس فلان بل هو الله لأن هذا الخير لم يكتب لي الآن ربما كتب لي بعد سنة لأنه لو كتب الآن كان فيه ضرر وفيه مشكلة بالنسبة لأن لا أعلم الغيب لذلك هنا الله سبحانه وتعالى يقول وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم ماذا قال بعد ذلك انتبه أخي الحبيب والله يعلم وأنتم لا تعلمون إذن بما أن الله هو علام الغيوب وبيده مقاليد الأمر ومقاليد السماوات والأرض وبيده الخير كله وهو المتصرف في الكون وهو الذي يعلم أين مصلحتي هذا الإله يحب لي الخير ولا في هذه الحالة عندما أعتقد هذه العقيدة بيقين في هذه الحالة أنا أصبحت من المتوكل لماذا لا أتوكل على إله قوي عزيز حكيم رزاق قادر لماذا لا أتوكل علي نحن الآن في حياتنا اليومية أنت تقول لفلان أنا أريد أن أتوكل عليك أو أعتمد عليك في قضاء هذه الحاجة طب أنت تذهب لمن طبعا تذهب لمن تثق به ولمن لديه خبرة عندما تذهب إلى طبيب وتسلمه ابنك مثلا ليجري له عملية كيف تسلم ابنك لطبيب أولا أنت تثق بعلمه وخبرته وأمانته وأنه يريد الخير لابنك وإلا لما سلمته هذا الولد طيب كيف إذا كان الله عز وجل هو الشافي وهو المعافي وهو المتصرف وهو الرزاق وهو القوي العزيز وهو الحكيم وهو الرحيم وهو القادر وهو القاهر فوق عباده كيف إذا كان الله هو مالك الملك والمتصرف ألا أتوكل عليه أذهب لفلان وفلان وفلان وأترك الله لذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم نسأل الله عز وجل أن نكون من المتوكلين وهذا هذه الآية أخي الحبيب أو هذا الدعاء أدعو به سبع مرات كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لعلاج أي مشكلة وللتخلص من هموم الدنيا والآخرة حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق وبركاته 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 وبركاته